هذا التنظيم اللي رئيس أشار إليه إن الدولة المصرية ومصر كلها حكومة وشعب بتكافح ضد هذا التنظيم الإرهابي واللي بعض من ما ظهره بتعاني منها فرنسا هذا التنظيم تخيلوا حضراتكم أثر واصل للولايات المتحدة الأمريكية والشعور بخطورة هذا التنظيم واصل إلى داخل الكونجرس الأمريكي وتحديدا إلى داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشوخ الأمريكي اللي فيه سبحان الله المفرقات الوقت اللي كان الرئيس بيتكلم فيه في هذا الإطار مع رئيس الفرنسي في باريس كان في نفس التوقيت تقريبا أو يسبقه بساعات أو أيام قليلة جدا أو ساعات قليلة جدا كان إعادة السيناتر الجمهوري السيناتر الأمريكي تيد كروز لتقديم مشروع قانون أمام الكونجرس لمرة أخرى مرة تانية عشان بيدعو فيه لتبني تنظيم أو وضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب تيد كروز السيناتر تيد كروز بيدعو في هذه العريضة مرة تانية اللي كان قدمها في 2019 ولكن هذه المرة هو بيلح في الطلب على الخارجية الأمريكية أنها تقدم الأدلة حتى زي ما بتقول سكاين نيوز عربية ومواقع إخبارية أخرى تنقلت هذا الخبر بيكلموا على أن تيد كروز بيطالب الخارجية الأمريكية أنها تضع كل الأمور والاشتراطات أو الإثباتات التي لديها اللي بتؤكد عن مسؤولية تنظيم الإخوان الدولي في تمويل الإرهاب والترويج له ويلح في هذا الإطار وربما يكون خلال الأسابيع القادمة على انتهاء ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب قد يكون هناك دفع في هذا الإطار حتى إن بعض الأطراف والإخوان بدأوا يتواصلوا مع تيد كروز أو سيناتر الجمهوري تيد كروز لأطع الطريق عليه على مواصلة هذا النهج لإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية أو تصنف على قوائم الإرهاب